السلام عليكم بلاش الفيديو مشتقة دالة المسبية واجهد نقاط قصوى الجلس الأول طبعا مش راح احكي عن كيف اجهة المشتقة بتاعت الدالة المسبية ونحكي عنها فيديوهات أخرى هون كيف استخدامها وكيف نشتقها والقانون كيف هو وكيف نستخدمه فقط فقانون مشتقة دالة المسبية ونساوي هنكتب بل اكس على جيل اكس كنا دالة المسبية او كيول اكس بس هنكتب بدل بل اكس وكيول اكس نستخدم زي ما مستخدم بورقية القوانين فل اكس على جيل اكس كيب اشتق دالة نسبين هنكواني من برونان تقسيم برونان ومشتقتها مشتقة البسط اي فل اكس ضرب المقام ناقص ناقص مشتقة المقام فرم البسط فرم مشتقة المقام اي فل اكس ضرب تقسيم المقام تربية كامره من 2 اشعة نشوفه في بيديوهات الثانية بسلسلة المتقاربات فامثلي نقوم القامون مشتقة امثلي هتنخذ الاول واحدة الدالة الاساسية اللي هي y يساوي الواحدة على اكس هذا المثال الاول هتنشتقى على قانون خطوة خطوة شو بعطينا y يساوي طبعا البسط هو أفل اكس بالنسبة لي والمقام هو جيل اكس فقامون بكل تاقي ال اكس اي مشتقة البسط مشتقة الواحد السفر ضرب المقام مقام اكس ناقص البسط زي ما هو اللي هو واحد ضرب مشتقة المقام هي مشتقة اكس انه واحد تقسيم المقام تربية اي اكس تربية ايضا بنفع اشتقهم على جانب واخطهم اي بس انه زي قطاع الليجو يعني اجي اكتب انه F هي واحد F تاقي ال اكس هي سفر او بستعمله انه شفتت كمان U V انا بحب استعمل F و G F و G لانه هيك مكتوب بورقة القوانين و G ال اكس يساوي X يساوي واحد وبلش يركبوهن ف وبلش يركبوهن يعني بيجي يقولولو A هاي ما هاي ناقص الثانية ما ضعب 0 ضرب X ناقص 1 ضرب 1 انا بفضل كما رحنا طلاب 4 وحدات و 5 وحدات هاي المادة وبفضل انه استعمل عادي يستخدم قانون هادي بيجي هاجم بخربطها بقدي وما في اشياء قدي بخربط هون من اه تكمل Y تاك طبعا انا مشتقي احنا Y تاك يساوي 0 برب X 0 ناقص 1 برب 1 ناقص 1 على X تربيع فهاي مشتقي Y يساوي 1 X من اخر كمان مثلي مثال 2 Y يساوي X ناقص 1 على X تربيع زائد 1 مثال ثم نشتقي ايضا هون اللي فوق هو F بالبسط والمقام هو G X فالمشتقة بتقول لي Y تاك يساوي مشتقة البسط X مشتقة 1 ناقص 0 اي 1 برب المقام نكسر يزاعد 1 وعضو حالكو زيما نفطه اخواتي لفينكو اكثر من شغري عشياما نخربطش انه كله مضروب طبعا هون واحد تفتش بس انه بشكل عام ناقص مشتقة المقام ضرب البسط او البسط ضرب مشتقة المقام تفرقش ثم نكتب A البسط X-1 كبين اقواص ناقص مضروب بكل اللي وراه ضرب واشتقة المقام 2x تقسيم المقام تربيع اي X تربيع زايد 1 تربيع بش حاجين بش حاجين فيك المقام منشوف لقدام ليش يعني كوش قوص تربيع اللي موجود بالمقام يبهيك حالي لما عنا بس كسر واحد واتاك كمان مرات عدة كثور فيش حاجين كل سؤال انو خاصيته من فيك اقواص 1 في X تربيع X تربيع زايد 1 في 1 1 إسا هون تنتبه شوي ناقص مضروب بالX وكلها المضروبات بال2x وعشان هيك او تكتبه 2x قدام القوص اللي يتيجي ورا الناقص وبتفكو او تنتبهو لهذا الاشي يعني عندي ناقص ضرب X ضرب 2x ناقص ضرب X ناقص X ضرب 2x ناقص 2x تربيع يعني عمليا قوص قوص بعدين ناقص ضرب ناقص واحد وبدأ الضروبها كمان بثنين اكس ناقص ضرب ناقص واحد زايد واحد ضرب 2x زايد 2x كلها تقسيم المقام تربيع نكمل نكمل نساوي من بسط اسم جمع حدود متشابهة X ضرب 2x ضرب 2x ضرب 2x ضرب 2x ضرب 2x ضرب 2x ضرب 1 تقسيم المقام تربيع هاي اتنيني مشتقط بسط ومقام مشتقط تالي نسبية بس لانو ذكرتها طب الهي كمان يواضي اكتبها وايضا اكتب القانون بشكل كامل كيف بيكون مقتوب를 قانونين فأولa شغلة يعني عندي 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 بكل تربيع يعني نقلنا بورقة القانونين بيكونوا كتبين F على G فالقانون كيف كنت كاتبوا بس نتبه المقام لما كتب تربيع يعني كل تربيع يعني نقص كرام وراء هاتين كتبوا قاموها مشي شكالية عشان نتذكروا يضغوا داما ففل X على GX مشتقطها ففل X ضرب GX ناقص فل X ضرب G تقسيم أنا كتبت G تربيع الـ X اللي هي نفسها G الـ X لكل تربيع هيك يكون مكتوب هاي بنفعن نكتبها كمان كيف كتبتها انا أو بداية الفيديو G تربيع الـ X هيك منكون خلصنا الفيديو مشتقط دالي نسبية نشوف الفيديو القادم كيف نوجد نقطة قصر يعطي قولاتي وفلند د encrypted حساني شكرا